هل فشلت النظرية عندما توقعت انتخاب ألغور في عام 2000؟ قطعا لا، لقد كانت انتخابات مسروقة توقعت فوز ألغور بأصوات الناخبين ولكن بوش فاز بسبب حصوله على فارق قدره 500 صوت في فلوريدا ولكني أثبتت في تقارير موثقة أن هذه النتائج تعود فقط إلى إفساد أصوات عشرات الألاف من الناخبين الديمقراطيين دول الأصول الإفريقية وهناك دراسة أخرى أثبتت أن ألغور هو الفائز الشرعي بالانتخابات بفارق يتجاوز 30 ألف صوت أستطيع أن أقول أنني كنت محقا في عام 2000 شكرا للمشاهدة